تستكمل لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية اجتماعاتها غدا بملف مدخم الموضوعات على رأس تلك الموضوعات مناقشة الطلب الجديد لرفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي اضافة لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين منها اضافة مواد جديدة الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون التجارة وقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي فتعديل على احكام قانون العالم الوطني لدولة الكويت وقانون انشاء الهيئة العامة للغذاء يليه قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية واخيرا تعديل بعض احكام قانون حماية البيئة